اشتركوا في القناة سجدات الحالة الجوية فيما تبقى من شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري كما تلاحظون هذه الخليطة الجوية التي استعرضناها الأسبوع الماضي والتي تبين تأثر مناطق عدة في وسط وجنوب القارة الأوروبية بمنخفضات جوية عملت على هطول أمطار غزيرة في تلك المناطق وربما ثلوج مبكرة حتى في الجبال العالية فيها وعمل ذلك على تشكل مرتفع جوي في منطقة تركية إضافة إلى بلاد الشام هذا المرتفع الجوي عمل على تأثر المنطقة بنمطين جويين خلال الفترة الماضية النمط الأول هو امتداد لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب هذا الامتداد كان ضعيفاً امتداداً غير فعال غير مقترم برطوبة أعمل على سيادة أجواء دافئة نهاراً ومائل البرودليلاً وهبوب رياح شرقية جافة في حين أن النمط الثاني التي تستسادة خلال هذه الفترة هو تأثر المنطقة على فترات وكما هو الحال مع الأيام الحالية من الأسبوع الحالي إضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع القادمة بتأثر المنطقة بتيارات غربية رطبة ستعمل بمشيئة الله على عودة درجات حارة إلى معدلاتها الاعتيادياً نسبة لهذا الوقت من العام وسيادة أجواء خريفية معتدلناً نهاراً رطبة ومائلة إلى البرودة ليلاً لكن هذا النمط الجوي في طريقه إلى التغير كما تلاحظون المرتفع الجوي في مناطق الشمال القارة الأوروبية هذا المرتفع الجوي في طريقه إلى الزوال مدعوماً بتوجه المنخفضات الجوية العميقة في المحيط الأطلسي جنوباً هذا يدفع نحو تشكل محتمل لمرتفع جوي قوي في مناطق غرب وجنوب غرب القارة الأوروبية هذا المرتفع من شأنه أن يدفع بمنخفضات جوية وكتل هوائية باردة في شمال وشرق القارة الأوروبية لأن يصل بعضها إلى مناطق جمهورية مصر العربية ومنطقة السودان هذا التوجه نحو بعض الكتل الهوائية باردة نسبياً في هذه المنطقة من شأنه أن يعمل على امتداد المنخفض البحر الأحمر بشكل أكبر نحو المنطقة وبالتالي خلق بعد مشيئة ألا حالات عدة من عدم الاستقار الجوي تتميز حالات عدم الاستقار الجوي بأن درجات الحالة تكون في سياق معدلاتها المعتادة إلى ذلك يتوقع أن تتشكل سحب رعدية مع ساعات عصر ومساء الأيام الأخيرة من هذا الشهر هذا توقع محتمل طبعاً بمشيئة ألا وأن تؤدي إلى هطول زخات رعدية متفرقة من المطر أساساً في المنطقة الجنوبية والشرقية ربما تطال من المنطقة الوسطى والعاصمة عمان إضافة إلى الدول المجاورة كسوريا ولبنان وفلسطين هذا الاحتمال الجوي موجود أما الاحتمال الآخر هو الاحتمال الأضعف بأن تتجه الكتل الهوائية الباردة مباشرة من شرق القرى الأوروبية نحو الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط وبالتالي ولادة أول منخفة جوي لهذا الموسم المطري هذه الاحتمالية الأخيرة كما تحدثت هي احتمالية ضعيفة من المحتمل أن تكون مع الأيام الأولى من نوفمبر إلى ذلك توقع أن تستمر الأجواء من الآن حتى نهاية الشهر مستقرة ما بين درجات حارة حول المعدلات إلى أعلى أجواء خريفية معتدلة نهاراً لطيفة أو ميلة لبرودة حتى ليلاً مع تواجد نسب رطوبة مرتفعة في حين تتجه امتداد منخفض البحر الأحمر بالمزيد من التمدد نحو المنطقة مع نهاية الشهر ربما ينتج عنه حالات عدم استقرار الجوي تابعونا خلال الأسبوع القادم لاستعراض المزيد من المسجدات على هذه الحالة الجوية إضافة إلى موعد نشرة الجوية الموسمية الخاصة بالموسم المطري القادم 2016-2017 جعله الله خيراً على الجميع دمتم برعاية ألا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة